دبلوماسياً تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون اليوم كالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأفد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسان استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين مهربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمشتوى الذي عرفته هذه العلاقات كما تطرق الطرفان إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة لللجنة الحكومية رفيعة المشتوى الجزائرية الفرنسية التي تنعقد بالجزائر بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة